بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجزء سوف نستعرض سويا الوحدة الثالثة من مقارن حساب حساب التفاضل والتكامل واحد والوحدة بعنوان النهيات والاتصال في هذه الوحدة نتعرض لمفهوم يتعلق بسلوك الدلة سلوك الدلة عندما يسعى المتغير المستقل نحو عدد معين أو نحو اللانهاء يعني لما الـ X تقول تقترب من عدد معين الدلة قيمتها هتروح فين لما الـ X تقول إلى المالة نهاية الدلة قيمتها هتقترب أو هتروح فين فبنعرف نهاية الدلة عند نقطة limit of function at a point بنقول أن الدلة F of X تقترب من العدد L قيمتها تقترب من عدد L قيمتها تقريبا هتسوي L لما المتغير المستقل لـ X يقرب من عدد وليكن X0 وبكتبها limit F of X لما الـ X تقول X0 تساوي L إمتى الكلام ده يتحقق؟ إذا كان عندي لكل اختيار لـ Y أكبر من الصفر الـ Y دي قيمة صغيرة لكنها مجابة فإن لكل X لكل Y هيوجد من دلتا والدلتا أيضا قيمة صغيرة لكنها أكبر من الصفر بحيث أن المقياس أو الفرق بين F of X و L دائما أقل من مين من قيمة هذه الـ Y و أنا قلت لك أن Y صغيرة جدا يبقى ده معناه أن الفرق بين قيمة الدل والـ L قريب جدا يعني هما الـ 2 قريبين منين من بعض عندما يكون الفرق بين X و X0 هو كمان قريب أول يبقى ده معناه لما X تقرب قوي من X0 يبقى الـ F والـ L هيكونوا قريبين جدا منين من بعض ولو أخذ المقياس ليه؟ لأن لو أنا مثلا عندي هنا X0 فأنا ممكن أقرب لـ X0 من ناحية اليمين بقيم أكبر منها أو من ناحية اليسار بقيم أقل منها وبالتالي الفرق بينهم مقياسه دائما يكون صغير عندنا شوية نقاط كده عايزين نقولها في النهيات أن أنا أقول ليس بالضرورة أن تكون الدلتا F of X معرفة عند النقطة X0 يعني مش لازم X0 تكون تنتمي للمجال بتاعش لا مش لازم ممكن تنتمي ممكن لا تنتميش لكن هذا لا تتطلع بالنهاية تكون موجودة ولا إيش موجودة يعني يعني X0 ممكن ما تكونش موجودة في المجال لكن نهايتها أو نهاية الدل عند هذه النقطة تكون موجودة خواص النهايات لو أنا عندي دلتين F1 of X و F2 of X والدلتين دوم لهم نهاية عند X0 كل من F1 لها نهاية و F2 لها نهاية لما X تقترب من X0 فبقول limit F1 of X لما X تقول X0 بتسوي L1 و limit F2 بتسوي L2 يعني كل من F1 و F2 لهما نهاية عند X0 مش لازم يكونوا متسويين مختلفين مش مهم فإن أول خاصية إذن طالما F1 نهايتها موجودة لو ضربت F1 في ثابت يبقى النهاية هتساوي السابت يطلع برة وتبقى نهاية F1 ونهاية F1 من فوق بL1 يبقى الناتج هيتساوي ثابت في L1 الخاصية التانية إن limit F1 زائد F2 أو limit F1 ناقص F2 هتسوي نهاية الأولى زائد أو ناقص على حسب أنا مختار زائد أو ناقص نهاية التانية نهاية الأولى كانت بL1 ونهاية التانية بL2 ولو هم مجموعين يبقى جمع لو مطروحين يبقى طرح يبقى رقم 2 بتقول إيه لو F1 و F2 لهم نهاية فمجموحهم هيكون له نهاية والفرق بينهم هيكون له نهاية أيضا حاصل ضربهم هيكون نهاية بتساوي نهاية الأولى في نهاية التانية الخاصية الرابعة لو أنا عندي F1 مرفوعة لأس إن فالlimit أقدر أدخلها جوة والتالي تبقى limit F1 كل ده مرفوعة لأس إن طب limit F1 جاد بL1 يبقى L1 أس كام أس إن الخاصية الخامسة إن لو قلت limit 1 على F1 يبقى هاخد limit البسط الحال ولمت المقام الحال البسط المت بتاعها بواحد والمقام المت بتاعها بL1 بس ده إمتى لما يكون المقام لا يسوي الصفر لإن ما ينفعش أقسم على كام على صفر الخاصية اللي بعد كده لو أنا بجيب limit F1 على F2 إذن هتسوي limit البسط على limit المقام طب limit البسط موجود بL1 والمقام بL2 إن هذه كلها تكون موجودة إمتى لما L2 لا تسوي الكام لا تسوي الصفر ترجمة نانسي قنقر